وكأنه في ولاية أمريكية أو أرض تابعة لها ينزل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في أرض العراق محاطا بعسكريين ورجال أمريكيين في زيارة خارجة عن الأعراف الدبلوماسية لم ينسق بشأنها مع الحكومة في بغداد بل ولم تبلغ بها حتى يتفقد قوات بلاده ويجد في هامش الزيارة المفاجئة وقتا متبقيا ليلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح دون أن يكون خلف الرجلين على مان يرمزان لبلد المضيف والضيف كما هو معهود في البروتوكولات الرسمية زيارة بومبيو جاءت بعد نحو إسبوعين من زيارة الرئيس ترامب للجنود الأمريكيين الموجودين في قاعدة عين الأسد في الأنبار وما بين الزيارتين أثيرت ضجة في الوسط الحكومي بالعراق عن خلفية زيارة ترامب وأهدافها خصوصا أنها تزامنت مع الإعلان عن خطة لسحب القوات الأمريكية من سوريا فحملت هاتان الزيارتان رسالة واحدة مفادها أن الجنود الأمريكيين باقون في العراق ولهذه الرسالة وقائع تجسدها على الأرض عشرات من الشاحنات العسكرية الأمريكية تنسحب من سوريا وتستقر في العراق على مدى الأيام الماضية أرتال العربات الأمريكية القادمة من سوريا إلى العراق لا يدري بها القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أو ربما ليس من شأنه أن يتابعها كرئيس وزراء كقاعد عام قوات مسلحة لم أستمع أي معلومات لتمركز خارج صلاحيات أو خارج معلومات الدولة العراقية على العكس نحن نشهد انخفاض في عدد القوات نشهد انخفاض في عدد القوات في كل شهر هناك انخفاض لجنة الأمن والدفاع النيابية تؤكد أن عادل عبد المهدي غائب عن حقيقة الوقائع وترى أن تصريحاته بشأن انخفاض عدد القوات الأمريكية في العراق تتنافى مع ما تعلنه إدارة واشنطن وما رصدته وكالات عالمية من بينها وكالة الأنباء الألمانية التي أكدت أن عشرات من الشاحنات العسكرية الأمريكية انسحبت من سوريا وتوجهت إلى محافظة التأميم في العراق مسؤولون أمريكيون ومن أعلى المستويات يتجولون في قواعد قواتهم في العراق أما الردود الحكومية فلا تعد حركات الدمى من أمام الستارة وليس للدمى إلا الامتثال للأصابع التي تحركها خلف الستارة وفي أحيان كثيرة لا توجد ستارة تخفي تلك الأصابع